موسيقى أخبار تاسعة من قناة من شباب يقدمها لكم شام الزياد صفا عبد العزيز البداية بالعنوين وطن حكومية تسيطر على منطقة حبورة في شبوة ومصدر أمني يؤكد استمرار الحملة ضد العناصر التخريبية متحدث عسكري يتعهد بإفشال مساعد تقسيم في تعز ومطالبات بإلغاء قرار تعيين قياديا حوثيا مديرا للمخا تجار صنعاء يبدأون إضرابا جزئيا تنديدا بمنع تداول العملة الجديدة موسيقى أهلا بكم من جديد فرضت قوات حكومية مشاركة من الجيش والأمن سيطرتها اليوم الأربعاء على منطقة حبورة في مديرية حبان تابعة لمحافظة شبوة بعد مطاردة عناصر تخريبية موالية لميليشيا الانتقالي استهدفت مواقع عسكرية عاميتي هذا فيما فاد مصدر أمني أن أحد أفراد الجيش قتل في كمين وأصيب اثنان آخران فيما قتل ثلاثة من العناصر التخريبية وأصيب أربعة آخرون في المواجهات التي دارت منذ مساء أمس حتى اليوم مضيفا أن القوات الحكومية دخلت سوق هدى بمديرية حبان تقوم حاليا بالانتشار في المنطقة وتأمينها وتمشيطها وملاحقة العناصر التخريبية التي لاذت بالفرار مع الشداد الاشتباكات وخلفت المواجهات عددا من الجرحى تم أسرهم كما تم نقل من يحتاج لتلقي العلاج إلى المستشفى والتحفظ على الآخرين في حين أكد البيان سمرار الحملة الأمنية حتى تحقيق هدفها العملية وملاحقة كافة المخربين والمتعاونين معهم وتقديمهم للجهات المختصة شدد المصدر الأمني أعلنه لا تهاون أو تساهل مع من يقوم بالأعمال التخريبية من استهداف لنقاط الجيش والأمن أو المصالح العامة والقيام بأعمال التقطع هذا وفد مصدر أمني أن قوات الحملة ألقت القبضة على عشرة من العناصر التخريبية المؤلنة لميليشي الانتقالي بعد محاصرتهم في أحد المواقع بمنطقة الفرع نعم وقال المصدر أن قوات الحملة لقت ترحيبا من قبل قبائل القموش وأقدموا لها التسهيلات لإنجاح مهمتها الأمنية وأكد المصدر أن القوات تفرض حاليا حصارا على مجامع من المخربين والمطلوبين للأجهزة الأمنية لارتكابهم جرائم خلال الفترة الماضية تواصل الحملة الأمنية في شبوى جهودها للقبض على مطلوبين وأقطاع طرق تحصنوا في جبال مدرية حبان جنوب غرب المحافظة وتعهدت الحملة بالقبض على جميع المطلوبين تواصل قوة أمنية كبيرة في شبوى تواصل حملتها الأمنية لملاحقة عناصر مطلوبة للأمنة تأتي الحملة بعد أن اختطفت عناصر من قطاع الطرق طالبا جامعيا يدعى تركي لعكب من وسط مدينة عتق وبحسب مصادر عسكرية فإن الحملة توجهت إلى مديرية حبان المحاذية لمحافظة أبيان حيث الطريق الرئيسي لقوات الجيش بين شبوى وأبيان ويشتبه أن الخاطفين يتمركزون في قرن بالمنطقة خصوصا بالعرم وأضافت المصادر أن قوات الحملة خاضت اشتباكات مع العناصر المطلوبة للأمنة واعتقلت عددا منهم بعد اقتحامها سوق هدى بحبان وقالت الحملة الأمنية إن عملياتها متواصلة للقبض على كافة المطلوبين أمنيا وتأمين المنطقة تأمينا كاملا ويقول مراقبون إن إصرار قوات الجيش على ملاحقة ما يسميه وكر التخريب في منطقة العالم شمال عتق حيث تتخذه القوات الإماراتية قاعدة لها دفع بالأخيرة إلى تحرك خلايا نائمة وفتح جبهات استنزاف للجيش والشرطة في عدة مناطق بالمحافظة غير أن اللجنة الأمنية بالمحافظة تعهدت بحفظ الأمن والاستقرار في مدن شبوة وتجنيبها مخاطر الصراعات العسكرية التي تستادف تحويل أراضيها إلى ساحة حرب لمشاريع إقليمية في موضوع آخر كشف المساشر الرئاسي أحمد عبيد بن دغر أن اللجنة التي يرأسها للإشراف على تنفيذ اتفاق رياض تعكف حاليا على وضع لمسات أخيرة لخطة تتضمن عودة القوات الحكومية وانسحاب ميليشي الانتقالي من المواقع التي احتلتها عقب تمرد أغسوس الماضي كما تشمل الخطة وفقا للمستشار سحب السلاح الثقيل والمتوسط من الميليشي المدعومة من الإمارات وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن وتمكن قوات الأمن الحكومية من السيطرة الأمنية وقال بن دغر في تصريح نشره على حسابه في فيسبوك مع بداية العام الجديد تلح في الأفق فرصة مواتية لتحقيق تقدم في تطبيق اتفاق الرياض وسعادة الهدوء وتحقيق السلام في المناطق المحررة أكد المستشار الرئاسي أن الخيار الوحيد لدى الأطراف الموقعة على الاتفاق هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبالتزامن مع المسارين السياسي والعسكري والأملي قال الناطق الرسمي باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر إن رسالة قيادة محور تعز في مؤتمره السنوي واضحة وهي أن تعز ستظل واحدة متحدة على امتداد كامل سواحلها ومناطقها وأضاف في مداخلة مع قناة يمن شباب أن مشروع تعز هو مشروع الشرعية وأن المحافظة ستظل واحدة ومتحدة من باب المندب وإلى مختلف مناطقها ولم تفرط بذرة تراب من أراضيها أو سواحلها وأكد البحر أنه بمرور الوقت سيتمكن أبناء المحافظة ومحورها العسكري من بسط سيطرة على كامل سواحل ومناطق تعز وتأمينها كحق طبيعي لأبناء المحافظة وكان قائد محور تعز قال في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السنوي لقيادة محور تعز قال إن الجيش الوطني سيفشل المخططات التي يجري تنفيذها في الساحل الغربي في مسعى لتقسيم المحافظة كما اتهم فاضل قوى متصارعة بالطموح لتقسيم تعز وقال نتابع ما يجري من ممحكات في ساحل المحافظة ولن نفرط في شبر واحد منه كما أكد فاضل وجود مخطط لتمزيق الجيش في تعز واغتيال قياداته كما حدث لقائد لواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي الذي اغتالته أيهاد الغدر والخيانة أقر محافظ تعز أن سلطاته لم تنجز أي شيء على صعيد الخدمات في المدينة والمناطق المحررة في المحافظة وقال في كلمة له خلال اجتماعا مع مدراء المكاتب التنفيذية إنه وسلطته ومسؤوليه لم ينجز أي شيء على صعيد الخدمات الحقيقية بالمحافظة وطالب المحافظ شمسان مدرع المكاتب بإعداد التقارير السنوية لإنجازاتهم كما طالب مدير المالية والشؤون المالية بإطلاعه على تفاصيل الأوضاع المالية خلال العام الماضي وتوظيف الموارد الشحيحة في الأماكن المخصصة لها كما أوضح شمسان أن معظم الموارد في المحافظة تكرس لتحسين الوظيفة الأمنية باعتبارها تحتل الأولوية الأولى بالنسبة لهم ومن ثم تحرر تعس إلى أن الدميع ربما يقوم بالكثير من الأنشطة لكن في حقيقة العامر لا توجد هناك إنجازات حقيقية تحدث تغيير في حياة الناس تحدث تغيير في الخدمات تحدث تغيير في ما يربوه المواطن من الدولة كما أضاف المحافظ شمسان أنه ينبغي على كل مسؤول أن يحدد ما يحتاج إليه من موارد وأموال لإسخدامها وصرفها كي يعتمد له المبلغ المطلوب في المالية أن يقفوا تماماً على ما هو متاح وما هو موجود من موارد ينبغي أنه من الشهر هذا أنت تحدد لي كم ستستخدم أيش اعتمال أنت في كل بند الذي تريده أيش النقطة التي تريدها على مستوى كل بند وعلى مستوى كل نقطة بحيث يكون كل واحد على هذه الطاولة يعلم ما له خلال العام من موارد ويتصرف على أساسها يعني لا يذهب يعني كل شهر وكل يوم وهو في عملية مطالبات مستمرة للاعتبادات المطلوبة يعني ينبغي أن يصل إلى حسابه بصورة مباشرة المبلغ المخصص له شهرياً بحيث يكون قادر على القيام بعمله حضر ناشطون في تعزم خطورة إصدار قرار بتعيين قيادي حوثي مديراً لمدرية المخى مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات من شانها توريط المحافظ في تنفيذ مخطط خارجي مكشوف لتمزيق وتقسيم تعز أي قرارة في هذا التوقيت تثير رأي العام تصدرها سلطة المحلة في تعز يجب عليها أن تراعي هذه القرارات ولا تصدر في هذا التوقيت لأنه اصدار في هذا التوقيت يثير رأي العام ويقوض مساعي الدولة بالإضافة إلى أنه يعمل على زيادة حدة التفاقم الصراع وفوما إلى ذلك أنا أعتبر القرارات الأخيرة التي اتخذها المحافظ قرارات ليست مسؤولة وليست نابعة من شخص يمتلك ضمير يكتوي بعذاب التشريد والقطو والحصار وكذلك يكتوي بعذاب هذه الفئة ضالة عندما يكافئ من قتل ابناء تعز أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن أسفها البالغ للتحريض الخطير الذي صدر عن القيادة في ميليشيا الانتقالي الإماراتي هاني بن بريك في فيديو متداول في وزائل التواصل الاجتماعي يحرض فيه على صحفيين في عدن اتهمهم بالعملة والعمل ضد الوطن وأعربت النقابة عن إدانتها لكل أشكال التحريض ضد الصحفيين والتعامل معهم كهدف سهل ما يلحق بهم الأذى وأكدت على ضرورة حماية الصحافة والصحفيين وتوفير البيئة الأمنية لممارسة مهنة الصحافة بحرية ومسؤولية ودعت النقابة كافة الأطراف إلى التوقف عن حملات التحريض ضد الصحفيين الذين تحولوا إلى ضحايا في هذه الحرب التي سهدفت الصحافة بدرجة رئيسية وكان بن بري قد شن هجوما على الصحفيين في عدن وقال إنهم توجهوا توجها أنا لا أسمي حرية صحفية ولا وجهة نظر وأن ما يقومون به خيانة إلى ذلك أعلن مرصد الحريات الإعلامية تسجيل 143 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام المنصرم منها حالة قتل تعرض لها إعلاميا وذكر المرصد في تقرير له أن الانتقالي الإماراتي ارتكب سبع حالات انتهاك ضد الحريات الإعلامية خلال العام المنصرم كما شار المرصد إلى تعرض 11 مؤسسة إعلامية خلال العام الماضي لانتهاكات مختلفة منها حالة اعتداء من قبل ميليشي الانتقالي على مبنى الإذاعة والتلفزيون وصحيفة 14 أكتوبر وإطلاق النار على مبنى صحيفة عدن الغد وحالة سرقت الاسم التجاري للمؤسسات الإعلامية هنا عدن هذا وتتصدر ميليشي الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن بواقع 75 انتهاكا من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام الماضي أقدمت قوات تابعة لطارق الصالح على اختطاف مدير مديرية التحيطة المحررة من الحوثيين جنوب الحديدة بعد أشهر من اعتقال مدير مديرية الخوخة أكدت مصادر خاصة ما قوات طارق لفقت تهمة التخابر مع ميليشي الحوثيين الانقلابية لمدير التحيطة حسن هنيبق قبل اختطافه مع عدد من مقربين منه وذكرت مصادر أخرى أن اختطاف هنبيق جاء على ذمة نزاع حول المساعدات الإنسانية وسبق أن تم اختطافه في أبريل من العام المنصرم بسبب خلاف على أراضي متنازع عليها أصدر رئيس الوزراء معين عبد الملك اليوم الأربع قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقضى قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب وممثل البنك المركزي اليمني حسين عبد الرحمن المحضار نعيبا لرئيس اللجنة التي تضم سبعة عشر عضوا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى ممثلين عن جماعة البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وستتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين هذا ووجه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن وتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن وبما يسهل حركة وانسياب تدفقات والتحويلات المالية من وإلى اليمن وأكد عبد الملك أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود واشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور المناطب اللجنة خلال الفترة المقبلة بما في ذلك إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقرير الوطني الخاص بذلك إضافة إلى إعداد تقييم المشترك من قبل المنظمات الدولية لجهود اليمن في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة أغلقت محلات تجارية في العاصمة صنع أبوابها صباح اليوم الأربعاء احتجاجا على منع ميليشيا الحوثي تداول العملة الجديدة الصادرات عن البنك المركزي بعدد وقال شهود عيان ليمن شباب إن عددا كبيرا من المحال التجارية أغلقت أبوابها في مناطق متفرقة من صنعاء استجابة لدعوة نقابة التجار إلى الإضراب الجزئي احتجاجا على الإجراءات التعصفية التي تمارسها الميليشيا بحقه ويأتي قرار الإضراب بعد أيام من اقدم ميليشيا الحوثي على سحب العملة الجديدة ومنع تداولها ما فقم معاناة السكان وحد من الحركة التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين هذا وكانت نقابة التجار اليمنيين في صنعاء قد أعلنت أمس الثلاثاء عن بدء إضراب جزئي احتجاجا على إجراءات ميليشيا الحوثيين التعصفية بحق التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها قد أن من اليوم الأربعاء في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا وقعت البنوك وشركة الصرافة في محافظة مأرب اتفاقا يقضي بتحديد قيمة العمولات على الحوالات الصادرة من المحافظة وإلى المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية كما تضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه في مقر فرع البنك المركزي بمأرب آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة وابنود عقوبات المخالفة جاء توقيع الاتفاق عقب اجتماع موسع برأسة مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل وحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبدالغني شعلان وحدد الاتفاق قيمة العمولات وفقا لسقوف مالية تشمل 500 ريال عمولة على كل 50 ألف ريال و1000 ريال عمولة على كل 100 ألف ريال و3000 ريال على كل 500 ألف ريال و5000 ريال عمولة على كل مليون ريال حواله وقت هذه الإجراءات عقب منع ميليشي الحوثي الإنقلابية تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وما تبع ذلك من زيادة كبيرة في قيمة عمولات الحوالات من شركات الصرافة حذرت نقابة موظفي وزارة الصحة والسكان من التداعيات الكارثية لمنع تداول العملة الوطنية الجديدة في المناطق الخاطعة لسيطرة ميليشي الحوثيين الإنقلابية على آلاف الموظفين في القطاع الصحي وقال رئيس النقابة دليل الشميري إن الإجراءة الحوثية تسبب في وقف إجراءات صرف رواتب 23.160 موظفا يعملون في القطاع الصحي في مناطق سيطرة ميليشيا وأضاف الشميري أن الحكومة الشرعية تكفلت بصرف رواتب الكادر الصحي القاتلين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا بصرف النظر عن انتمائهم لكي يستمروا في علاج المرضى فقط وأكد رئيس نقابة موظفي وزارة الصحة والسكان أن هذا الإجراء كارثي وسيدفع بكثير من الأطباء إلى الهجرة إلى خارج البلاد كما سيسهم في تفشي الأمراض ومضاعفة معاناة المرضى نتيجة غياب الكادر المتخصص كشفت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية عن خطط ومشاريع بديلة سيتم تنفيذها بحلول العام 2020 لتصدير النفط الخام وذلك في ظل سيطرة الإمارات على مختلف مواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز وموانئ تصدير الاستراتيجية وذكر تقرير أصدرت الوزارة مؤخرا أن الخطط الحكومية تتضمن وإنشاء أمبوب لنقل النفط الخام بطول 82 كم لربط قطاعات الانتياج بميناء النشيمة النفطي على ساحل بحر العرب في منطقة ردوم بشبوة وذكر التقرير أن مشروع خط النقل الجديد سينقل 57 ألف برميل نفط يوميا قابلة للزيادة سواء سيوفر دخلا يوميا للدولة يصل إلى حوالي 30.6 ملايين دولار في الجوف وثقت مصادر محلية استشهاد ثلاثين مدنيا خلال شهر ديسمبر بينهم ثمانية أطفال بانفجار ألغام وغصف عشوائي شنتهم ميليشيا الحوثيين الانقلابية وفي السياق اقتطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية ثلاثة مدنيين في محافظة الجوف واقتادتهم إلى مكان مجهول وقالت مصادر خاصة أن المدنيين المختطفين هم من أهالي مديرة المتون ولم تعرف بعد أدواف اقتطافهم وما يزال مصيرهم مجهولة وفق المصادر فان الميليشيا اختطفت المدنيين الثلاثة من سوق الاثنين في وقت يتعرض فيه أهالي مديرية المتون ومعامرة للانتهاكات والإهانات من قبل الميليشيا الحوثية مضطرهم إلى النزوح لمديريات الحزم عشرة الاف وخمسمائة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثين الانقلابية بحق سكان الضالع خصوصا في دمد ومريس وجبن وقعطبة تنوعت بين القتل والقنص وتهجير القصري والألغام والخطف التقرير التالي يرصد جزءا من الانتهاكات منذ 2015 حتى ديسمبر من العام الماضي كشف تقرير جديد للشبكة اليمنية للحقوق والحريات في الضالع عن أكثر من عشرة آلاف انتهاك بحق المدنيين على أياد عناصر ميليشيا الحوثية الانقلابية خلال الفترة بين أغسطس 2015 وديسمبر 2019 وقال التقرير ان عدد القتل المدنيين الموثقين برصاص ميليشيا الحوثي وصل 450 قتيلا بينهم 23 طفلا و17 امرأة في دمد والجبن ومريس والفاخر وقعطبة ورصد التقرير اختطاف أكثر من ألف مدني يجري مقايضتهم بأسر الميليشيات في مريس أو بفيدة مالية ضخمة ونقلت معظمهم إلى أب ودمار وصنعاء ورصد التقرير تفجير 27 منزلا واقتحام 300 منزل آخر وتدمير ألف منزل جزئيا وكلي تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشف عن استهداف منظم للمدارس والمساجد بلغ عددهم 15 مدرسة و13 مسجد وتهجير 4800 أسرة بالقوة أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تقريرا حول نرشاطها للعام المنصر 2019 واكدت في ارتفاع مستوى الانتهاكات في اليمن وتنوعها منذ بدء الحرب وتساع مساحة العمليات العسكرية خلال ذات العام وذكرت اللجنة أنها رصدت وحققت فيما لا يقل عن 1500 استهداف بحق المدنيين ارتكبتها جميع الأطراب منها نحو ألف حالة قتل بين نساء واطفال أوثقت اللجنة وحققت في 1518 اختفاء قصريا واعتقالا تعصفيا وتعذيبا و115 حالة قتل خارج القانون إضافة إلى 81 حالة تجنيد أطفال و42 وقعة تفجير منازل وتهجير وجددت اللجنة دعوتها جميع الأطراف المتناسعة في اليمن إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتج العشرات من الأهالي في مدينة المكلة ضد عمليات نهب طالت أراض ومصالح عامة تقع غرب المدينة وقام الأهالي وقفة احتجاجية أمام المجمع القاضي بالمدينة طالبوا خلالها سلطات بحماية المصالح العامة من سطو المتنفذين كما شدد المحتجون على السلطات المحلية والقضائية القيامة بواجبها وتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه سطو المتنفذين على أراضي وامتلكات الدولة ومنها أبرز نموذي يعني نستوضح به مزرعة الدواجن التي تعود ملكيتها للدولة بسط عليها المتنفذون وهي أرض مؤجرة بإيجار موقت كيف المتنفذين يحولون ضطاعات للدولة يحولون ضطاعات خاصة أراضي تدارب أكثر من ثلاث ألف أرضية هذا شيء غير ممكن يعني المواطنين خارجوا محتجين المواطنين يريدون مصالح عاملهم في هذه الأرض التي تعتبر جزء من المدينة كانت أرض دواجن كانت تغذي المحافظة بالبيض وتغذي بعض المحافظات المجاورة كذلك من محافظة حضرموت مسروع استراتيجي تم إجهاضه وتم أفشاله وتحويله إلى قطاعات أراضي خاصة وتم بيع الهناجر خاصة بالدولة حيث توجد ثماني هناجر موجودة في مزرعة أرض الدواجن قيمة الهنجر ثلاثة مليون دولار فهذا شيء غير معقول وغير ممكن أن يحدث في محافظة حضرموت وما نشاهده من سكوت السلطة نريد حل عاقل وهام أعلن مركز الأمل لمعالجة الأورام السلطانية عفوا بتغذي ارتفاع حالات الإصابة إلى نحو ثمانية ألاف حالة منها سبعمائة وثمانية عشر حالة جديدة خلال العام المنصرم بزيادة بلغت مائة حالة عن العام الفين وثمانية عشر شار المركز إلى أنه يستقبل مائة وعشرين إلى مائة وخمسين حالة يوميا في ظل الإقبال المتزايد مع العلم أنه يقدم جميع الخدمات مجانا وذكر المركز أن قسم الإعطاء الكيموي يستقبل حوالي خمسين حالة يوميا فيما يمتلئ قسم الرقود بطاقته الإسعابية كلها والتي تبلغ عشرين سريرة نحن في مركز الأمل لعلاق الأورام السلطانية نستقبل في اليوم مائة وعشرين حالة مرضية ما بين مائة وعشرين إلى مائة وخمسين حالة مرضية الحالة تزداد يوما بعد يوم هناك إصابات قديدة في عام 2019 حوالي 719 حالة مرضية كإصابات قديدة هناك نسبة مائة حالة زيادة من نسبة الإصابة القديدة على عام 2018 هناك مقيدين في مركز الأمل ما يقارب ثمانية ألف حالة مرضية ألنا وزير الشباب والرياضة نائف البكري أن العام الجديد 2020 سيشهد إنجاز الكثير من المشاريع الرياضية في المحافظات المحرضة وقال البكري إن قائمة المشاريع تشمل استكمال إعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي في العاصمة المؤقتة عدن والملعب الأولمبي في مائرب والساد سيئون وترميم ملعب الشهيد معاوية بمحافظة لحج وإعادة تأهيل وترميم الصالة الرياضية وبيت الشباب في عدن إضافة إلى استكمال المشاريع الرياضية في محافظة شبوة وملاعب محافظة تعز وفي مقدمتها ملعب الشهداء كما شار البكري إلى أن الوزارة تسعى للإفاء بالتزاماتها على مختلف الأصعادة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وتؤثر على كافة الجوانب نستمر رياضيا حيث توجى فريق الملاكمة بنادي شعب حضرموت بلقاب البطولة التنشيطية للناشئين والتي يقيمت على مدى اليومين الماضيين في ديس المكلة جاء في المركز الثاني خلف نادي الشعب نادي تضامن في محتلة نادي هلال فوت المركز الثالث قبل متذيل الترتيب فريق أهل الغيل ونظم البطولة التنشيطية للملاكمة لفياة الناشئين الاتحاد العام للعبة برعاية وزارة الشباب والرياضة التي اختتمت العام 2019 بإقامة هذه البطولة اليوم نختتم فعاليات أنشطة 2019 للتحاد الملاكمة ببطولة ختامية للناشئين وطبعا هذه اللعبة لها رواج كثير لدى الشارع الحضرمي وهذا الدليل لليوم الجمهور المتواجد منذ الساعات الأولى منذ قبل الأمس سعني وأمس والليوم في الختام وهذا الدليل قاطع أن هذه اللعبة لها مروجيها ولها شبابها بيشاركون في هذه اللعبة نحن طبعا كمكتب شباب ورياضة وعدنا هذه الشريحة بالإحضار أو بتوفير حلبة خاصة للملاكمة ونحن لازلنا في متابعة هذا الطلب وإن شاء الله نتوفق في المساهمة ومنساندة هذا الاتحاد للتوسيع قاعدة اللعبة في ساحة الحضرمو شهد العام المنصرم 2019 نتائج سلبية لمنتخبي كرة القدم الأول والأولمبي حيث فشل المنتخب الأول في ظهوره الأول بالنهائيات الأسوية مطلع العام كما كرر الأمر في بطولة خليجي 24 نهاية العام فيما فشل المنتخب الأولمبي في التأهل إلى النهائيات الأسوية مزيد من التفاصيل في التقرير التالي مع بداية العام المنصرم 2019 كان المنتخب الوطني الأول على موعد مع أول مشاركة في تاريخ الجمهورية اليمنية بنهائية أسيا والتي صدفتها الإمارات ورغم أهمية هذه المشاركة إلا أن المنتخب لم يبدأ لعداد الحقيقي لها سوى قبل ستة أسابيع فقط مع انطلاق البطولة عندما استلم المدرب السلفاكي جان كوسيان مهام تدريب المنتخب بخوض أول مباراة ودية أمام الأخضر السعودي وخسرها بهدف دون رد قبل الخسارة من الإمارات بهدفين نظيفين ومن سوريا بهدف دون رد وفي المباراة الافتتاحية للمنتخب بنهايات آسيا تلقى خسارة ثقيلة من المنتخب الإيراني بخمسة أهداف دون مقابل قبل أن يخسر مجددا من المنتخب العراقي بثلاثة أهداف نظيفة ومن المنتخب الفتنامي بهدفين دون رد وهي نتائج تتناسب مع السعداد للبطولة مقارنة بالمنافسين أما المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب الوطني سامي النعاش فقد دخلت تصفيات لسيوية في شهر مارس دون إعداد مناسب ليفشل في التأهل عن المجموعة الثالثة بعد الخسارة من العراق بخمسة أهداف نظيفة ومن إيران بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يتعادل بدون أهداف مع منتخب توركمانستان وفي أغسطس طول النعاش قيادة المنتخب الأول وقدم معه في بطولة اتحاد غرب آسيا بالعراق أداء جيدا ليحتلل المركز الثالث في المجموعة الأولى بفوزه على المنتخب اللبناني بهدفين لهدفه وتعادل مع المنتخب السوري بهدفه لمثله وخسرتين الأولى من المنتخب الفلسطيني بهدف دون رد والأخرى من المنتخب العراقي بهدفين لهدفه هذا الأداء تواصل في التصفيات المشتركة لبطولتي كأس العالم وآسيا التي افتتحها المنتخب اللطاني بالتعادل مع سنغافورا بهدفين لمثلهما كما واصل تميزه في الجولة الثانية وتعادل مع الأخضر السعودي بذات النتجة إلا أنه تلقى خسارة ثقيلة من أسباكستان بخمسة أهداف نظيفة قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على فلسطين بهدف دون رد لكنه فشل لاحقا أمام سنغافورا وخسر اللقاء بهدفين لهدفه يلعب الكرة العرضية أما في خليجي 24 بقطر خيب المنتخب الوطني آمال جماهيره وخسر رقاءه الأول أمام الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يتلقى ستة أهداف من بطر آسيا المنتخب القطري ليختم مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع العراق هاية النشرة وهذا تكتير بهم العنوين قوة حكومية تسيطر على منطقة حبورا في شبوى ومصدر أمني يؤكد استمرار الحملة ضد العناصر التخريبية متحدث عسكري يتعهد بإفشال مساعة تقسيم في تعز ومطالبات بإلغاء قرار تعيين قياديا حوثي مديرا للمحا تجار وصنعاء يبدأون إضرابا جزئيا تنديدا بمنع تداول العملة الجديدة إذا مشاهدنا كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر